مشاهدين شق آخر من انتهاكات الحوثيين في مجال التعليم يثير غضب اليمنيين إذ لم تكتفي ميليشيات الحوثي بإلغاء مجانية التعليم في مناطق سيطرتها بل أقدمت على فصل أكثر من 20 ألف معلماً من وظائفهم بعد حرمانهم من رواتبهم لأكثر من 6 سنوات عملية الفصل التعسفية الحوثية لهؤلاء المعلمين قوبلت بانتقادات واسعة رغم محاولة الميليشيات تبريرها بانقطاعهم عن العمل المبررات التي ساقتها الميليشيات الحوثية لم تكن مقنعة لليمنيين لا سيما في ظل الإنفاق الحكومي عفواً الإنفاق الحوثي على الفعاليات الطائفية والتجنيد في المراكز الصيفية كتاب ومثقفون وناشطون يمنيون أصدروا بياناً انتقدوا فيه التناقض الذي تمارسه الميليشيات لابتزاز المعلمين واعتبروا استمرار انقطاع المرتبات مع مطالبة المعلمين بالدوام ذريعة اتخذتها الميليشيات لفصل المنقطعين ويرى كثير من التربويين أن العملية التعليمية في مناطق الميليشيات تسوء عاماً بعد آخر لأن أفضل المعلمين غادروا مدارسهم وعملوا في مهن أخرى بسبب ممارسة الميليشيات التي أحلت عناصرها محل المعلمين المفصولين يضاف إلى إلغاء المجانية التعليم وحرمان المعلمين من رواتبهم تأسيس الميليشيات صندوق جباية عام 2019 باسم التعليم أطلقت عليه صندوق دعم المعلم والتعليم وحددت الميليشيات موارد هذا الصندوق باقتطاع نسب من عائدات الضرائب على السلع المنتجة أو المستوردة وكذا من عائدات الاتصالات كما أسندت مهمة الإشراف عليه إلى مسؤول التحشيد والتجنيد في الميليشيات نائب وزير التربية في حكومة الانقلابيين القيادي قاسم الحمران والذي يعين مؤخراً قائداً لكتائب الدعم والإسناد ليس ذلك فقط تشير أيضاً التقارير المالية إلى أن عائدات صندوق دعم المعلم والتعليم بلغت نحو تسعين مليار ريال خلال أربع سنوات لم يدفع منه شيء للمعلمين وإنما استغلت تلك المبالغ لتمويل تأسيس تشكيلات قتالية للميليشيات بقيادة القيادي قاسم الحمران بتكلف من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي